بسم الله الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نتكلم عن إزالة النجاسة إزالة النجاسة عن الثياب مثلا بسم الله والسلام على رسول الله نجاسة نقنق لباكزنا مثل نجاسة نقيمة نزナيا كبيرة لباكزنا مثل أشتغر لقصوزنا مثل نعم، عندنا النجاسة المغلضة الكلب إذا ولغ في الإناء هو لا يشرب إلا بإخراج اللسان فإذا أخرج اللسان وأخذ شيئا من الإناء لابد أن هذا الإناء نغسله سبع مرات ولهن بالتراب نجاسات لنختفرات كم إضافة صبعات كم إضافة صبعات كم إضافة ومن قضية البحر تدفى الأخرج أن يصل على ملاحق أو مال مع الغار نعم أولا الغلام الصغير الذي يرضى في الغالب من حليب الأم إذا فعل عن الثوب يرش فقط دون العصر أحيانا الإنسان عندما يفكر في المرأة أو يقبل يخرج من الذكر سائل ليس له لون نعم يسمى هذا بالمذي غير المذي ، المذي له لون أبيض نعم و له رائح المذي لكن هذا يسمى المذي ، يخرج عند التفكير عند التقبيل نعم يسمى هذا المذي ، ناقض الوضوء إذا وقع على اللباس فهو نجس فماذا تسمع إذا وقع اللباس ، تضع على المكان الذي نزع عليه هذا المذي ، ترش الماء هكذا فقط مثل إذا وقع على المذي ، ترش الماء هكذا فقط وحتى انقطع هذا المذي من الخروج تقسل الذكر مع البيضتين ، مع الخصوات نعم ، أما البول ، الغائض ، دم الحيض ، دم النفاس ، فهذا يرش مع العصر نعم ، أما باشخة نجاسات تأكسك ، مثل قن أو سود أو سود ، أما بسطلات تأكسه ، فهذا يجب أن نزع عليه هذا الماء يعني الان هذا الأخ ، أكرمكم الله في الحمام ، نزل على ثوبه شيء من البول فأخذ الطرف الثوب الذي نزل عليه البول هكذا يرش عليه الماء ويعصر ثم يخرج وصلي فيه ولا إشكار مثلا برادم حجت قاند وطروبات قاند كيمية سودوك أزرق تيب قلدي قاند قلشك لك أشو سودوك تكا نياجة سو سيبق ونسخلتسه ونوضن كيمة چقدت نماز وصنبول يورغا والله أعلم صلى الله عليه نبيه محمد وعلي وصحبه وسلم الله يخش بل بيش دور